السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو جديد ووصفة جديدة النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض كترطية سهلة وجميلة بالشكل ده وبسيطة خالص اتمنى ان هي تعجبكم طبعا هنعمل الترطية علشان مناسبتين اول مناسبة علشان الحمد لله القناة بتاعتي ادفع علت قبل العيد الحمد لله عقبلكم يا رب كلكم وتاني مناسبة علشان بقى العيد كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة وتابعوا معنا كل الفيديوهات على القناة وتنسوش بقى اللايك كمان علشان بيرفع الفيديو ويلا بينا بقى نشوف الطريقة والمكونات اه بسم الله المكونات معايا المكونات سهلة جدا معايا كوباية وربع من دقييل لسبونش يعني يعادل ربع كيلو من دقييل لسبونش اه ومعايا ربع كوباية من المية او ثلاث معالق كوبار من المية وثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة يعني اطلعهم من التلاجة قبلها اه بجهز بقى البولة بتاعتي طبعا اهم حاجة تكون البولة او اي حاجة اللي هضرب فيها البيض تكون نشفة تماما من المية ما فيهاش اي مية علشان البيض يعمل فم معايا ويرتفع بمضرب البيض بقى وهبدأ ان انا اخفق البيض كويس جدا لغاية ما يعلى خالص كده ويتضعف حجمه طبعا اهم حاجة زي ما قلت تكون الاناء او البولة او الطبق اللي انا هضرب فيه البيض يكون ما فيهاش مية خالص يكون نشف جدا حتى المضرب كمان ياريت نشفه كويس من المية قبل ما نشتغل به فمشاء الله بدأ معايا يعلى كده الكوان بتاع البيض مشاء الله شايفين والضعف حجمه خالص علشان طبعا الكيكة تنجح معايا اهم حاجة الخطوة دي الخطوة دي لازم تنجح معايا هي كمان ضيفت بقى المية كده الربع كبات المية وهخفج حوالي دقيقة واحدة وبعدين بقى دلوقتي بنزل الدقيق اللي سبونش وبهد السرعة شوية علشان الدقيق مش يطير برا البولة وبعدين بقى بعل السرعة تاني وبضرب حوالي عشر دقايق او خمس دقايق علشان القوان بقى دقيق والمية والبيض يبقى كريمي خالص علشان الترطة تنجح معايا ان شاء الله فطبعا بستمر في الخفج كده وبنزل الجوانب بالشكل ده بتبدأ تتقل معايا كده والقوان يبقى كريمي ويتقل معايا بالشكل الجميل ده ما شاء الله هوريكم القوام في النهاية اللي احنا عايزين نوصله شايفين ما شاء الله القوام عامل ازاي بتاع الخليط الترطة ده قوام الكيكة بتاعتي او الترطة ما شاء الله بالشكل الجميل ده عندي بقى دلوقتي حلة عميقة شوية هحط بقى فيها الخليط الكيكة طبعا الاول ده هنتهى بالسمنة وبعدين رشتها بالدقيق اه وبنزل فيها الخليط بتاع الكيكة كده طبعا الحلة دي علشان انا ما عنديش صنية حجم صغير اه فعملت في الحلة دي علشان الترطة معايا تبقى عالية ومرتفعة ما تبقاش صغيرة يعني بالشكل ده بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 اه زي ما قلتلكم بدخل بقى الكيكة بتاعتي على درجة حرارة 180 اه وبعد ما بتطلع من الفرن بتبقى بالشكل الجميل ده طبعا اهم حاجة ببيتها ليلى في التلاجة قبل ما ابدأ اشتغل بيها علشان كل ما بتبات في التلاجة او تقعد فترة اكتر لما اجي اقطعها اعملها طبقات الكيك مش يتفرفت مني وتطلع تتقطع معايا بكل سهولة اه دلوقتي بقى بشيل الوش اللي محروق ده على الوش انا مش عارفة الفرن عندي فيه مشكلة اه من على الوش عشان درجة حرارته بتبقى عالية اه وبيوزع الحرارة كويس فدايما بتتحرق مني شوية كده عامنا على الوش بس طبعا ما فيش اي مشكلة اه بشيل المكان اللي ناشف ده المحروق بسويه طبعا بسكينة مشرشرة كده اه وبعدين بقى ببتدي اقطع الكيكاة بتاعتي طبقات هنضف بس الحاجات دي كله اول وببدأ بقى اقطع الكيكاة كده طبقات زي ما احنا شايفين هقطعها تلاتة ما شاء الله الكيكاة نجحة جدا وجميلة زي ما احنا شايفين كده اه السكينة مشرشرة طبعا بتساعدني في التقطيع وبحاول على قد المقدر اخلي الكتع متساوية بجهز بقى دلوقتي الكريم شنطية اه معندي كبايتين من الكريم شنطية الخام اه وعليهم كبايت حليب متلج او ميا متلجة اه حليب او ميا براحتنا اي حاجة بتمشي وبعدين اه بخفق كويس جدا بالمضرب كده لغاية اه ما تديني الكوام اللي انا عايزها طبعا لو حسيت ان الكريمة معايا تقيلة بزود لها شوية اه حليب صغيرين بزود بقى شوية بشوية لغاية ما تديني الكوام المزبوط اللي انا عايزها طبعا بقى على سرعة عالية بالمضرب بتبدأ ما شاء الله الكريمة تتقل معايا كده بالشكل الجميل ده اه انا شايفة ان الكوام كده كويس خلص من غير ما ازود ميا ولا حاجة هو كوبايتين كريم شنطي على اليوم كوباية حليب فطبعا براحتنا بقى على حسب النوع اللي بنستخدمه هزين بقى دلوقتي التورطاية عندي طبقة كده هزين عليه واول حاجة حط فيه معلقة اه صغيرة من الكريم شنطيه علشان لما يجاها زين التورطاية ما تلفش مني وانا شغالة بالشكل ده عندي بقى دلوقتي عصير آآ اناناس اللي هو الكمبوت بالشكل ده هبدأ بقى دلوقتي اخد المية بتاعته علشان آآ اسقي بيها الكيكة بتاعتي علشان تبقى طرية وفي نفس الوقت بيديها طعم محلو جدا لو مش متوفر بنسقيها بمية بسكر او اي عصير سقيت كده الطبقة الاولى بالكمبوت بتاع الاناناس زي ما قلت لكم ما ممكن مية بسكر آآ وبحط بقى كده طبقة من كريم الشنطيه طبعا كريم الشنطيه ده انا اسامت ونصين اللي انا عملته معاكم حطيت على نص منه آآ آآ سوس شوكولاتة من اللي انا عملته آآ بدينا طعم كده زي موس الشوكولاتة بيبقى حلو جدا آآ بحش هعشي بيه برضو اول طبقة كده زي ما احنا شايفين آآ سوس الشوكولاتة طبعا انا عملته قبل كده على القناة هسيب لكم آآ اللينك بتاع الطريقة في الدسكريبشن لو حد حابب يشوفه لان ما دخلتوش في الفيديو المرة دي علشان الفيديو كان هيتول جدا فحطيت تاني طبقة كده وهبدأ برضو اسقيها كده بالعصير زي ما احنا شايفين كده يعني حاجة بسيطة علشان لو كطرنا هتعجن مني وتبقى طريقة جامد الطبقة التانية بقى حطت لها كريم شامتي كده وقطعت عليها اناناس من اللي هو الكمبود اللي اللي معها العصير كطع كده طبعا براحتنا ممكن نحشي اي فواكه من جوه بيبقى حلوة جدا ما شاء الله اخر طبقة بقى حطيتها كده وبرضو هسقيها هنا نسيت كنت هحط الكريم شامتي قبل ما سقيها وبعدين اه هبدأ كده هسقيها تاني بالعصير ما شاء الله بالشكل الجميل ده اه وبقى زين بقى اخر طبقة وبقفلها بقى كويس الطرطية من الجناب بالشكل ده هتشوفو دلوقتي معايا طبعا كل ده بالاسباتيولة او باستخدام سكينة مشرشرة اه اللي عنده بقى الادوات بتاعت استخدام الطرط وكده بيشتغل بيها لكن انا مش عندي صراحة فالسكينة المشرشرة اللي قطعت بيها ساعدتني جدا اه هقفل بقى الجناب دلوقتي احشيها كويس كده برضو باستخدام السكينة المشرشرة اه زي ما احنا شايفين كده بحاول بقى بخليها متساوية من فوق ومتساوية برضو من الجناب علشان لما اجي ازين الوش يبقى متساوي معايا برضو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده اه عندي بقى دلوقتي شوكولاتة خام انا بشرتها كده بالمبشرة اه وابدأ كده احطها على الجناب باستخدام الايد كده زي ما احنا شايفين باخد شوية في ايديا وابحطها كده على الجناب بتلزق بكل سهولة في الكريمة اه دي طبعا اسهل طرق للتزيين يعني على حاجة بقى كده على قد والتزيين برضو مش محترف ولا حاجة بس يعني حاجة بتفرحنا في النهاية اه عندي بقى دلوقتي كريمة حطتها في كيس الحلواني وهعمل وردات كده صغيرة من فوق بالشكل الجميل ده عندي بقى دلوقتي سوس شوكولاتة عملته طبعا انا على القناة قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديكسكريبشن او صندوق الوصف لو حد حبيب يشوفه اه فبحطه طبعا كده على التورتين من فوق يعني بداري الفراغ الابيض ده اه بامنى الفراغ الابيض ده بالسوس الشوكولاتة اه بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده اه بس بقى دلوقتي هعمل حاجة كمان جبت كيس الحلواني في كريمة وهبدأ انا كنت تسابه فراغات صغيرة كده بين الوردات اللي زي انتهم فههقفل كده الفراغات دي كلها كويس علشان السوس الشوكولاتة ما ينزلش من الجناب يعني ويبدأ بيقعد بس في المكان اللي فوق ده معايا بقى دلوقتي الشوكولاتة هرشي هبدأ كده على الوردات يعني احطها على وردة واسيب وردة اه وردات اللي انا عملتهم بالكريمة احطها على كل واحدة كده واحدة من الشوكولاتة الهرشي يعني احطها على وردية واسيب وردة او براحتنا بقى لو عايزين نحطها على الكل اخر بقى حاجة هعملها اه طبعا بالكس الحلواني وهبدأ كده اعمل وردات برضو زي ما احنا شايفين كده في نص الترطية ما شاء الله بتدي شكل حلو جدا اه عندي بقى اللولي بتاعي الغريبة اه اللي معايا ده احط كده على كل اه وردة من اللي انا عملتهم واحدة طبعا التزيين بقى براحتنا اي حاجة متوفرة عندنا اه بنستخدمها انا اللي عندي المتوفر عندي زي انتي بي وطلعت جميلة ما شاء الله كده بقى الشكل النهائي بتاع الترطية اتمنى ان هي تعجبكم ما تنسوش بقى تقول لي رأيكم في الكومنتات لو عجبتكم وما تنسوش اللايك برضو للفيديو علشان يترفع ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد واترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته